السلام عليكم كده ارين اتمنكم كامل تكونوا بخير على خير وبصحة جيدة كيف العادة فيديو جديد كانت منه ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم اليوم اجبت لكم ثاني واحد الكيكل اللي هي السهلة وفي عشرين دقيقة قد قد يعني ما فيهاش الخدمة وبمقادير اللي هي بسيطة وموجودة في كل بيت وكذلك اقتصادية الاقصى درجة يعني اقصى درجة ممكن تصورها كاقتصادية والصراحة كدجي فنة فنة بزف بزف بهاد لصوص شوكولة واعلى ويا سالم كيف العادة ان شاء الله الي اعجبكم الفيديو من هنا غد نقولها لكم واتنساوا ان يشموا اللايكات ديالكم وان شاء الله مرحبا بالمتتبعين جداد كانت شكركم بزف بزف وغد نبدو على بركة الله ان شاء الله المقادير ديال هاد الكيكة هادي اللي غد نحتاج فيهم في واحد الايناء غد نكسر بيضة واحدة فقط اللي تكون في درجة حرارة المطبخ واكيد البيضة تكون من الحجم الكبير غد ندير واحد القبصة ديال الملحة نصف كاستاء العنبة ديال ثانيدة ولا السكر حبيبات وغد نزيد واحد ساشي ديال الفانيليا ممكن تديروا اي ماذا بغيتوا انتوما انا هنا يكن بسط معاكم الاقصى درجة باش تجي اي حاجة عندكم كينة فضاء هنا يكن خلط هاد المكونات هادو مزيان مزيان حتى كيدو بدك سكر مزيان مزيان مع البيض حتى كيولي على هاد الشكل هادا بحال الكريمة غد نزيدو نصف كاس ديال زيت المائدة فقط وكذلك مع تحريك كل عنصور كنضيفوه اي حاجة كنضيفوه كنحركوه وهاكا غدي نجح معاكم الكيك ديال المقلة 100% سوفي نحرك نزيد نصف كاس نصف كاس اللي عبرت فيه السكر غدي نعبر فيه الحليب وغدي نعبر فيه وكذلك زيت المائدة نصف كاس ديال زي الحليب وغدي ندير كاس وجوج معالك تقريبا ديال بتقيق الفرص اللي هزليها هاد الكيك هذا حيث هاد الكيك هادا كما خصوى هجي نصف كاس فرصها شوية تقريبا الخالي تطيق هنا غدي نعرى صورة وقخمارة حمرين من وزن 8 جرام وغدي نخلص مزيان هذا الدقيق حتى كي تجنسها ليا مع الاخي مريضة الكيك وما يتبقى تطيق حتى كي يجي الخالي تطيق كيف هو مازال خفيف سوف نزيد تقريبا جوج معلق ديال دقيق الفورس يعني كاس دعنبا وجوج معلق ديال الفورس فقط ليه الزات ليه هاد الكيكا هادي سافي انتو ما كتلاحظو ازدهنا يا غير جوج معلق كنخلط كذلك هكا يا باش ما نخليش الدقيق ولا الخميرات بان في يكونوا حبيبات في الخالط ديالي باش تجي ناجحة مية في المية كنخلط مزيان مزيان فضل مرحلة هادي ممكن كاضافة ديروا واحد معلقة ديال الخل انا مادرتوش ولكن ما شاء الله هجات لكي كوارا كيما كتلاحظو الخالط كنوريه لكم كيجي القوام ديالو خطر على هادي الشكل هادا انتو ما صافيف واحد المقلاء اللي تكون اي مقلاء عندكم اي مقلاء مطفرة بيتها تجي طالعة شوفو شي مقلاء تكون شوية صغيرة ودي شدة من جناب طلعة من جناب كندير زبدة ضروري ديال المقلاء وكان خويل خالط ديالي على هادي الشكل هادا كنطلع دائما الكيكا اي كيكا بيتو هتطلع معاكم شوية جي طالعة شدة فرصها وكيدخل هاداك النفس كنطلع داك الخالط لفوق باش كتكبو هناك نضرب شوية بالمقلاء على هادي الشكل هادا باش تستوالي الخالط كما كتشوفو العافية اللي هي مهيلة بزاف 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 نفرحها لطاجين كني كيكا بقول لها القزديرة نشوفو شي حاجة اللي نغطو بها اي حاجة عندكم تغطو بها هادا المقلاء هادي وما تكونش كتنفس هنا كما كتشوفو حتا هذه كتقيبة اللي كتكون فوق المرقلة كما تشوفوا بتغير نوريكم طليت عليها جبرتها مازال ما تمسطش ليها مزيان خليتها هانتم ودبا ما كيناش لعجينة فيها لوالو كنشدوشي تبصيلو لاي حاجة كنقلبو الكيكة ديالنا بكل سهولة هنا يوقفت لي الكاميرا ولكن تغيرتها صافي كما غدي تلاحظو هنا في هذه المرحلة هادي كنزيد كنقص البوطة كنخليها هنا يا غير خمسة دقيق شوفو كما غدي تلاحظو تحمر لي واحد جنب واحد جنب لا غدي نعاود نردها للمقلة باش كندير ديك البلاسة الاخرى على العافية لذا تكون تايم هيلة صافي هانتم الكيك ديالي كيفاش كيجي بعد مما طيب كيجي صراحة إسفن جي وكيجي طعيب ما شاء الله غدي نقلبو في التبصيل اللي غدي نقدم في هاد الكيكة هادي وغدي نحاول غير بشوية كما غدي تلاحظو الكيكة ما شاء الله محمرة حيث دك البابي ديال الطبخ بدون اي يعني نحيد اي طرف من الكيكة هنا يا جوج درهم ديال الشوكولات اسود دوبتو في البماغي مع معلقة ديال الزيت كنزيد له واحد دانيت شوكولات اه باش كيجينا هكا يصو الشوكولات زوينا في الول من كددوك جوج المعالق كددوك شوكولات بحالي لا جاية خاسرة ما تخافوش غير تطربوها هكا يبال معلقة وزدوك داك دانيت الاخر وعودوا تطربو هنا يا محد الكيك مازال سخون كان خوي عليه هاد القاناج هادا ان شاء الله هانا بغيتكم تجربو هاد الكيكة هادي وان شاء الله غادي تعجبكم بزاف بزاف سافي هنا كنوزع داك القاناج ها نديرو حتى في الجناب حتى شجناب انا بيتن دير فيهم لوزي فيلي تموم ممكن ديرو غير مربة على حسب اللي ما متوفر شعندوش عندوش شوكولات فضاء غادي دير غير المربة هكا من الفوق ودير شوية ديال الكوك ولا غير هكا شوية ديال السكا غلاسي من الفوق هاد الكيكا اصلا مكادش حلوه بزاف بزاف بالنسبة للناس اللي بغي يزيدو نسبة للسكر ممكن تزيدوها وما شي مشكل عفوان هنا يا جوج درهم وخرين ديال الشوكولات ابيض كنزيدو واحد شوج معلق ديال دانون ابيض غير ديال ديال درهم كنزيدو جوج معلق في اللوول كنطرب بها كي باش ما يجي ناش شوكولات خاطر بزاف كنزيد دانون كامل كنتجيني تايا هاد لصوص هادي تايا اللي كجي زوينة باش غادي نديرو كل خيوط البيضاء من الفوق كنزيدوها في واحد البوش اولا في واحد البلاستيكا وكنتقبها من جنب صافيو كندير هاد الخطوط هادي كندير بالعود ديال السنان كندير تمنيات الخطوط اللي خارجين على برا عد كنحي المسحو كندير تانية ثمانية وخرين داخلين للداخل باش كيعطينا هاد الشكل هادا بحل ملفي صراحة حتى الديكوراسيون ديالها طالع زوين وابسط المكونات وكدي صراحة زوينة هنا بعد مما خليتها واحد ساعد لما كان بردات مزيان وبردات الكيكا مزيان كدي صراحة واعرة وتيقون ان شاء الله وجربها هنا نقطع معكم واحد الطرف ديال كيكا باش تشوفوا الداخل ديالها صراحة هائلة هائلة في المدق ان شاء الله حتى انتم تجربوها وتعجبكم وتقولوها لي في الكومنترات اه هنا يا كيف العادة قدي نقول لكم الى عجبكم الفيديو ديالي ديال اليوم ما تنساونيش من لايكات ديالكم وما تنساونيش من البارتاج لايجزيكم بالخير اه هنا يا بغيت نشكركم وبغيت نشكر المتتبعين اللي اوفياء وبغيت نشكر المتتبعين جدد شكرا لكم بزاف بزاف ونطلقوا في فيديو جدد بإذن الله